السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا متابعين الكرام متابعي جديد احوال الطقس وجديد التحديثات للنماذج العالمية وفي جديد التطورات لأحوال الطقس الايام القليلة المقبلة بحول الله تعالى اذن متابعين الكرام لا تزال توقعات على حالها وثابتة لدى النموذج الجيفي سي الامريكي وغيره من نماذج الطقس العالمية اذن متابعين الكرام ومن المتوقع انخفاض طفيف في قيم الضغط الجوي على مناطقنا الغربية خلال الايام القليلة القادمة بحول الله تعالى مما يسمح بنزول منخفض جوي اطلسي وانفصاله على المنخفض الام المتمركز بالمحيط الاطلسي لتحول عند دخوله الى شمال المملكة المغربية الى منخفض قطع بحول الله تعالى سيكون دائري متوسط النشاط الى نشيط محليا خاصة على شمال دولة المغرب بحول الله تعالى وسيكون هذا الاضطراب الجوي محمل بامطار بحول الله تعالى ستكون معتبرة وغزيرة على شمال المغرب بالاضافة الى تساقط للثلوش سيكون كثيف بحول الله تعالى على المناطق العالية ابتداء من صهرة يوم الاحد السابع عشر من شهر الفيفري بحول الله تعالى يلتحق متابعين الكرام هذا المنخفض بعد ذلك يوم الاثنين الثامن عشر من شهر الفيفري بحول الله تعالى الى المناطق الجزائرية وبداية من المناطق الغربية الجزائرية مثل ولاية الامسان عينتي موشنة ايضا ولاية النعامة وهران سيدي بالعباس وبعض الولايات المجاورة التي سنفصل فيها حين اقتراب المدة متابعين الكرام متابعين الكرام المنخفض هذا سيكون بحول الله تعالى ضعيف نوعا ما عند وصوله الى المناطق الوسطى والشرقية وعليه سنشهد فقط بعض الامطار وبعض الثلوج على ولاية بيتنا بالاضافة الى خنشلة وولاية تبسة بحول الله تعالى للاشارة متابعين الكرام ينتظر ان ترتفع ايضا درجات الحرارة قليلا خلال اليومين القادمين وهذا متابعين الكرام على المناطق الغربية بحول الله تعالى بالاضافة الى الوسطى بسبب هبوب تيارات جنوبية الى جنوبية غربية دافئة والتي تسبق هذا المنخفض الجوي والله اعلى واعلى متابعين الكرام سنوفيكم بجديد احوال الطاقس وجديد النماذج فقط كونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته